وبرحب بكل القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة النهاردة معانا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والحقيقة يمكن حضراتكم إذا كنتوا بتتابعونا يعني أنا كنت حريص من منذ تشكيل الحكومة الجديدة منذ 3 أشهر بالضبط إن أنا أكون يعني كل إسبوع يبقى فيه يعني فعالية بنطلع فيها ونتكلم ونتحاور مع الصحافة أو حتى في بعض الجلسات كان تم دعوة رؤساء التحرير وبعض الإعلاميين ولكن الحقيقة وأعتقد الحمد لله الموضوع ده كان بيساهم بصورة كبيرة إن الناس تتعرف على وجهة نظر الحكومة في عدد من القضايا المهمة وبنرد على أقاويل الرأي العام والسوشيال ميديا اللي بتطلع كل إسبوع علشان نوضح من جانبنا كحكومة إيه التحديات وإيه التوجهات بتاعتنا في هذا الأمر والحقيقة يمكن اللي حسيت وشعرت بيه استشرفته إن هناك أيضا يعني جانب مهم جدا إحنا كحكومة كمان محتاجينه إن يبقى هناك تشاور وتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة في الدولة اللي بتمثل كل الأطياف والتخصصات علشان نتشارك مع بعض كلنا يعني الرؤية والتصور واستمع برضو لحضراتكم في تصوراتكم للتحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية النهاردة في هذه الفترة فعشان كده يمكن أنا حتى الأسبوع اللي فات وأنا في مؤتمر الصحفي بالمعتاد الأسبوعي قلت يعني إن أنا حبقى أشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية اللي بتمثل المختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية والثقافية عشان نتحاور مع حضراتكم ونشوف توجهاتنا كلنا مع بعض في خلال الفترة الجاية بما يعني يكون في صالح إن شاء الله الدولة المصرية وبالتالي يمكن وده ده يمكن سيادة رئيس دايماً بيؤكد على فكرة إن لازم يبقى فيه نطلع نتكلم مع الناس ونشرح لهم التحديات ونستمع طبعاً لكل الرؤى ونشوف مع بعض يعني برضو الردود عليها ونشوف مع بعض إزاي ممكن نتوافق على التوجه في هذا الشأن وعادة أنا اللي دايماً بطلع بكلم بصورة كبيرة جداً في المؤتمرات الصحفية وبعد كده باخد أسئلة إنما المراضي تسمحوا لي أنا حعكس يعني أنا اللي أنا عايز أعمله إن أنا حدي مقدمة كده بسيطة وبعد كده بعد إذنكم يعني أنا اللي عايز أسمع منكم وفي توجهات معينة بحكم طبعاً خبرات حضراتكم الكبيرة جداً كلهم في تخصصه وأشوف مع حضراتكم إنتوا رايفين التوجهات نتحرك إزاي كدولة في هذا الكلام وأبقى حريص عشان حاركم نبقى إن إحنا بنعمل على الهوى عشان يبقى الكل بيتكلم ويعني يعني ما عندناش أي مشكلة إن إحنا بنتحور لإن إحنا كلنا هدفنا حاجة واحدة مصطحة المصر ومصطحة الدولة المصرية فالحقيقة ممكن وحقول لحضراتكم ولا أخفي على حضراتكم يعني إحنا إمبارح لغاية طبعاً إحنا يعني كنا يعني تشرفت بدعوة حضراتكم وحضراتكم يعني شرفتوني بقبولكم هذه الدعوة ولكن طبعاً المستجدات اللي حصلت إمبارح بالليل يعني التدعيات الرهيبة اللي حصلت وحكيت حضراتكم متابعين حتى خلتنا هل من الملائم إن إحنا لسه نعمل المؤتمر ونتكلم ولكن أنا وجدت بالعكس ده يعني في ضوء التدعيات اللي حصلت دي بالعكس أنا أحرص ما يكون إن أنا أستمع إلى رؤى حضراتكم وبالذات المعنين بالشأن السياسي والتوجهات الفكرية في هذا الأمور علشان نتحرك كلنا مع بعض ويمكن عشان كده بالذات لإن طبيعة المرحلة بكل التحديات الموجودة يعني أنا طلبت من زميلي وأخي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير خارجية برضو يبقى مشارك معنا عشان يستمع لو في أي تعقبات برضو هو يبقى يعقب ولكن الأساس كله إن أنا عايز أسمع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر شكرا